مساء الخير عليكم جميعا في الحلقة اللي فاتت اتكلمنا عن قيادة النادي الاهلي للاندية المصرية لتأسيس اول اتحاد كرة قدم مصري خالص في اطار جهوده لتمصير الرياضة المصرية وبالفعل اجتمعت الاندية بناء على دعوة النادي الاهلي وكانت اول جمعية عمومية يوم 19 نوفمبر 1921 عشان يتأسس اتحاد الكرة المصري ويعمل انتخاباته في 3 ديسمبر 1921 وبدأ اتحاد الكرة ينظب مسابقاته وكانت بكورة المسابقات بطولة كأس التفوق لكرة القدم على كأس الامير فاروق واتكلمنا عن القرار التاريخي اللي اللجنة التنفيذية للاهلي اتخذته بعدم اللعب مع الفرق الانجليزية سواء مباراة رسمية او ودية واللي الاندية وفقت عليه جميعا معادة نادي المختلط والقرار ده كان سبب في ان الجمعية المصرية الانجليزية لكرة القدم تتنازل عن بطولة كأس السلطان حسين للاتحاد المصري لكرة القدم لتصبح تحت اشرافه وده حصل بعد ما اتفاجئت الجمعية المصرية الانجليزية لكرة القدم بعدم تقدم اي نادي مصري بطلب الاشتراك في بطولة كأس السلطان حسين وختمنا الحلقة بتوجيه اللجنة التنفيذية لفت نظر لمحمود مختار سقر لاعب فريق كرة القدم بعد تعديه بدون كرة على لاعب المختلط محمد جبر لما دخل عليه بعنف في لعبة مشتركة واكدت عليه عدم تكرار اللي حصل حتى لو كان هو المعتد عليه وأشادت الصحافة بموقف الاهلي وقالت ايه وان لنفخر بناد هذه لجنة ادارته ولا نحسب محمود فندي مختار الا مباهيا كذلك بانتسابه الى مثل هذا النادي ونرجو ان تحذو الاندية حذوه فيصلح شأننا ويستقيم امرنا استمر النادي الاهلي في انشطته ومسابقاته اللي اقامها للطلبة زي كاس احمد حشمة باشا لكرة القدم وكاس عزيز عزة باشا للالعاب الاخرى وزي ما قلنا لكم في الوقت ده كانت اللعبتين الاكثر شعبية وانتشار في الاندية كرة القدم والتنس فاقيمت مسابقات متنوعة في التنس منها مسابقات على كؤوس الامير اسماعيل داود والامير عباس حليم فاكرين الامير اسماعيل داود ده اللي بيشرف على بوفي النادي زي ما كان محمود زلفقار بيك بيشرف على حدايا النادي وحفظ رونقها وجمالها النادي بيخدموا الكبار قبل الصغيرين اما الامير عباس حليم فكان من كبار اعضاء الاهلي ومن المهتمين بالرياضة مش في الاهلي بس ولكن في القطر المصر كله وتولى الكثير من المناصب الرياضية في مشوار تمصير الرياضة والاندية المصرية فكان رئيس اول اتحاد للاندية المصرية ورئيس الاوليمبي السكندري وبعدين المختلط اما بقى عن نشاط الحفلات تقرير حالة النادي في الجامعية العمومية اللي اقيمت يوم 24 نوفمبر 1922 والقاه فؤاد ابو زبك سكرتير النادي الاهلي قال اما الحفلات الاجتماعية فقد اقيمت حفلة مسائية بمساعدة حضرات السيدات اعضاء التنس بالنادي كانت في غاية النجاح عملت بها العاب عائلية مختلفة وكانت من بواعث السرور ودواع الانشراح واقيمت حفلتان ساهرتان احداها لاعضاء النادي واخرى خاصة لسيدات المصريات من كرام العائلات ولم يسمح لاعضاء النادي بالدخول اليه في تلك الليلة وكعادة الاهلي اقيمت في ذكرى تأسيسه حفلة الابرة السنوية وبلغ ارادها 285 جنيه و500 ملين منها 10 جنيه تفضل صاحب الجلالة الملك بالتبرع بها للنادي لكن الحقيقة واحنا بنقلف محاضر مجلس الادارة ومحاضر الجمعية العمامية للنادي لفت انتباهنا في تقرير حالة النادي كلام وجهه فؤاد بيك أبازة في حق رئيس النادي الاهل السابق اللي هو عزيز عزة باشا تعالوا نشوف فؤاد بيك أبازة قال ايه بالظبط ويسرني ان اعلن لكم ان صاحب السعادة عزيز عزة باشا رئيس النادي سابقا وعضو اللجنة العليا والذي كان له الاثر الكبير في تأسيس النادي وإيجاره قد شرف الأقطار المصرية بعد غيابه مدة طويلة وستتمتعون قريبا بلقياه هنا في النادي حيث ستجمعكم وإياه حفلة شاي سنقيمها في القريب العاجل اعترافا بفضله الجزيل وأياده البيضاء على النادي حتى أنه كان يرسل وهو في أوروبا إعانة سنوية لحفلة الألعاب الرياضية وقلنا قبل كده أن المسابقة أو المباراة كان بيتقال عليها حفلة وكان تساءل عما إذا كان النادي في حاجة للمساعدة وكان أول ما سأل عنه بعد وصوله للأسكندرية ومقابلته لمعالي جعفر ولي باشا هو الاستفسار عن حالة النادي وسيره وإنه لا يسره جدا أن يرى النادي الذي عمل له كثيرا واشتجل بأعماله طويلا سائرا في طريق التقدم والنجاح الكلمات دي بتأكد أن قيمة النادي الأهل كبيرة وعظيمة في عقول وقلوب مؤسسي مهما غابوا عنه قيمة رسخة مهما مر الزمن مفيش حد مر على النادي الأهلي إلا وأصبح له مكانة كبيرة في عقله وقلبه ويتمنى خدمته في أي وقت وده بنشوفه في الأهلي لغاية النهاردة أي مسؤول في النادي بعد ما بيسيب منصبه بيكون تحت أمر النادي ولو شايف إن النادي محتاج حاجة بيعملها بحب وعشق وطيب خاطر وكأن النادي له دين في رقابته يعني مش منصبك في النادي هو اللي بيخليك تخدمه يا مرموز خدمة النادي الأهلي خدمات كبيرة وما تولتش أي منصب فيه فؤاد أبوظة بيك في تقريره للجمعية العمومية عن حالة النادي سنة 1922 اتنين وعشرين اتكلم عن مشروعات مستقبلية كتير أوي للنادي الأهلي فقال إيه إنه يلزمنا العمل لإنشاء حلقة ملاكمة ومصارعة فهناك كثير من الأعضاء يملون لهذا النوع من الرياضة وقال كمان يلزمنا كل اللازم إدخال الكهرباء إلى النادي فإن دخول الكهرباء يحسن حالة النادي تحسينا عظيما ويدعو للإقبال عليه يعني لحد سنة 1922 كان النادي بيضاء بغزل استصباح ترجمة نانسي قنقر